أسرة المقاومة وجيش التحرير تلتأم بقلعة صراغنا في لقاء تواصلي تخليدا للذكرى التاسع والستين لليوم الوطني للمقاومة اللقاء جاء لإبراز ملامح الكفاح الوطني وتعريف النشء والشباب بأهم الملاحم الوطنية واستعراض ما تحقق لصالح أسرة المقاومة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي والوقف عن كتب على أهم مشاكل وانشغالات هذه الفئة الهدف من هذا اللقاء تواصلي هو أولا تعريف بهذا الفصول وهذه المحطات الهامة من تاريخنا المعاصر من أجل أن تنهى لو منه الأجيال المتعاقبة اللقاء استعرض أيضا شذرات من تاريخ المقاومات بمجال قلعة صراغنا التي أبلى أبناؤها البلاء الحسن منذ أن وطأت أقدام المستعمر أرض المدينة في معارك عديدة كانت أبرزها معركة السيد بو عثمان التي يتذكر تفاصيلها جيدا من عايشوها السراغنا واجهوا الفرنسيين في معركة السيد بو عثمان وكذلك واجهوا الفرنسيين أينما حلوا وارتحوا ولما كانت القوات الفرنسية قادمة إلى هذه المنطقة من مراكوش ومن دمنات واجهنا أن أهل السراغنا يستنكفوا عن التعامل مع الأجانب وقد تميز هذا اللقاء التواصلي بتقديم إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأراملهم ترجمة نانسي قنقر